موسيقى نبقى دكتور براح على شوية عشان انا بخاف من دكاترة الأسنان يا فندم ما تقلقش خالص انت مش هتحس معانا بأي حاجة انت مش هتحس بوقك أصلا دكتور هشام ممكن تشوف لنا ايه المشكلة مالش يا دكتور وانا حالتي خطيرة للدرجة دي لا يا فندم ده الدكتور هشام ابني رابعة طب أسنان وبيتمرم معايا هنا لحد ما يتخرج حردك لو عايزني اخليه يتخرج من القوضة دلوقتي عشان تنزح يلا يا اتش شخصينا حالة المريض بوقت؟ باية في ناب مسوس؟ ممتاز بس ده مش ناب ده درس يا بابا شبهه جدا بابا انا ركنتلك العربية تحت العيادة اه اتفضل اتفضل يا دكتور دكتور شريف ابني قولة كلية الطب أسناني وبيتمرن معايا هنا برضو لحد ما يتخرج انا هموت من الواجعة يا دكتور وانا هموت وريحك بس حضرتك يعني سيب نفسك خالص وما تقلقش يلا يا شيري فضل بوقت؟ درس العقل مسوس شفت أخوك؟ شفت أخوك عارف الفرق بين الناب والدرس ازاي؟ كده؟ ده مواغزة بقى يا دكتور اي حمار يعرف الفرق ما بين الناب وما بين الدرس شفت وطرت المريض ازاي؟ تده يقول كلام زي الزفت؟ دكتور شريف أولا هيكمل الحقنة لو سمحت تفضل لا 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 هنرجع الورا لا 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 هنرجع الورا وهنجرب تاين يلا لا 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 شريف شريف لا لا يا فندم بص انا مقدر موقف حضرتك طبعا مفيش كلام لكن انت يرديك دكتور بمهار الدكتور الشريف والجمال ده يبقى بيخاف يدي حقنة انا بلا انا بيخاف وانا بيخافش لا ما احنا عايزين نحل المشكلة دي النهاردة معاقي بص عارتك احنا هنعمل اجراء طبي بسيطة ان احنا هنربط حضرتك ربطة خفيفة كده لان الدكتور الشريف بيقلق لما المريض يتهز وهو بيدي الحقنة اقوس ايدك عاوزة امشي هعمل لك قصم خمسين في المية تسعين في المية ستة وسبعين في المية بس بشرط خليه يركز وهو بيشتغل هيركز وهو بيشتغل يبقى ستة في المية يلا يا شريف حبيبي يلا شيكو انا كنت افتهول لك اهو عايزو يرتاح خالص من حقنة البنج بتاعتك ومش عايزو يتشل زي المريض اللي فات يلا حبيبي يلا يلا اه اه اهم ايه ايمسك اللغد ايمسك اللغد منстаح يلا لا لا ما اقول لك حبيبي معقولك فعلا قدرت tiesديلو حقنة البنج ااء خيرا محمدلله بابا انا 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 عملتها انا شافت حشام انا انا عملتها يا eternity قلLord النهارده يوم مختلف في تاريخ أسراتنا أول حق ن الدنجي من غير أي حوائدس كان نفسي كان نفسي تسنيم تبقى معنا تعيش اللحظة السعيدة الألعا تسنيم يا تسنيم ايه يا باب حبيب بابي تعالي تسنين بنتي في سنوية عامة خامس سنة السنة دي وان شاء الله هتدخل طبة أسنان علشان تكمل فرحتنا كلنا يلا توسي شريف أخوكي أخيرا ادى عمه حقنة البنك عمه دلوقتي بقى درسه متبنج ودرس العقل مسوس خالص ها هنعمل ايه حبيب بابي هنخلعه طبعا لا لا احنا قلنا ايه بابا علمك كده احنا قلنا ايه نحاول نحاول نحافظ على الدرس نحشيه نعالجه في مكانه احنا قلنا ان احنا هنخلعه وبعد كده نحشيه ها 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 لا بص اصحي ايه لا يا دايما بص بتحب تطلع الحاجات بره كلها الدروس كده على جنب في الواسعة تحشي وتزبط بعدين ترجع تركبهم تانية ده تكنيك يعني متبعة في حياتة كتير لا بتقلقش خالص ها مش انا قلت الدرس لما بيطلع بره ما بينفعش يتركب تاني لا انا عايز اخلعه دلوقتي توسي عصى عليك على موضوع الخلع اللي انت بتشبطي في يدها يا بابا يا بابا بقى يا بابا يا بابا خلاص يلا يلا اخلعي الدرس ده يلا خلاص لا لا اصلا انا بطعف ده ما مقدرش ارفض لها طلب اصلا ايه اخر العنقود وبعدين عايز اقول لحارتك ديء سيبك بعمل عيال دول خالص دي اشتر واحدة فيهم بتتدرب من وهي ست سنين كنت احطت لها خشبة كده تطلع على حجر المريض يا روحي زي السكر لا لا انت روح معها روح معها عشان ايدها ضعيفة لا لا روح مع الدرس يلا ها 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 خلاص اخربت سنينك ايه اللي عملتيه ده اتشيلت الدرس السليم اللي هو من غير بنك هحشهوله وارجعهوله على طول تحشي ايه وترجعي ايه الراجل بينزفت احنا هنكلم الاسعاف احنا اسفين جدا يا فاندم عقابا ليكي هتكلم الاسعاف وحشة كلبة معلش يا فاندم احنا اسفين والله ان شاء الله حضرلك هتتعالج في المستشفى كم يوم كده وهترجع انا الدروس بتاعتك دي هخليها على جامل هنظفها وهحشيها ان شاء الله هحطها لك في بقك كده وتاكل صوابعك وراها انت مناورنا والله يلا يا اولاد بوسوا عمه صلحوه لا لا بوسوه جامل عشان احتمال ما نشوفهوش تاني اشتركوا في القناة